تعالوا النهاردة نعمل طبق مسقع نمو طعم وحكاية من غير ما نقلي بتنجان خالص وفار كمية الزيت الكتير اللي هتقلي فيها البتنجان وتعالي نعمل طبق بطعم حلو قوي مش هتفرقيه عن الطبق اياه بس من غير زيت يعني الحكاية كلها تلات معالق بس هنعمل بهم الطبق الجامد ده وتعالوا نشوف الطريقة مع بعض ونسمي الله ونسلي على الرسول ويتجيبي البتنجانية الرومي الكبيرة هاشريها وقطعام وكعبات تحطيها في الحلة وشوية مية بس باش كتير ورفعها البتنجان على النار علشان يستوي وهذه الطاصة بتاعتك الكبيرة حط فيها آآ تلات معالق كبار زيت وممكن الزيت تقطري شوية ممكن تقليليه شوية زي ما تحبي بعد كده هننزل بكم قرن فلفل حامي او بارد برضو زي ما تحبي واتدي له كده تشويحة بسيطة في الزيت احنا مش عايزين ويتقلي القالية الجامدة اوي زي ما كنا بنعمل في الطريقة القديمة. قلبنا الفلفل كده تقليبتين تلاتة ننزل بمعلقة مفروم. وبرضو نديها تشويحة كده خفيفة مع الفلفل. وضحرجيهم بعد كده لحد التوم هياخد لون ده بحلو. بعد كده ننزل بمعلقتين كبار خل. وبرضو ضحرجيهم كلهم مع بعض كده لحد ما ريحت الخل والتوم تطلع كده والله على الريحة. والله جمدة جدا. بعد كده بعد ما ديناهم كده تشويحة حلوة وريحت الخل طلعت والتوم ريحت وفحفحت. ننزل آآ بحوالي اربع وحدات طماطم او خمسة آآ سواء ما الطعام شرائح او فرماهم في الكبأ او في الخلاط او هم عندك متجمدين. هم هم بنزلي بالطماطم في اي حالة من الاحوال. وابتدي يقلبي عصير الطماطم او الطماطم المجمدة مع الفلفل والتوم. انا بحاول بس ان انا اقلب كده الطماطم علشان لو حطتها في النص وسبتها آآ الحروف بتاعة التوم هتنشف وممكن تتلسع. آآ هنسيب بقى الطماطم لحد ما تتقل كده والمية بتاعتها تتضخر. بعد كده هنجيب البتنجان بعد ما يكون استوى. احنا حطناه على النار وغطينا الحلة. وهنجيبه بالمية بتاعته مش هنصف المية بس في الاول ما تحطيش مية كتير. آآ يعني حط شوية مية كده مع قولين. فهننزل بالبتنجان بالمية بتاعته على الفلفل والطماطم. ويقلبيهم مع بعض. وخلي النار بقى عندك هنا هادية. يعني اقل من المتوسطة بشوية. ويسيبي المسقعكة تاخد وتدي مع بعض. البتنجان هيشرب السلسة وهياخد الطعم الحلوي اللي احنا عاملينه ده. بعد كده رشة فلفل اسود وآآ رشة ملح كده واثبطي الطعم. ويديهم تقليبة مع بعض. وكده خلاص. الاكلة بقت جاهزة. اكلة خفيفة قوي. وطعمها حلو. والنتيجة فعلا هتعجبي. طبق المسقعة ده مش هتفرقيه خالص عن الطبق اياه اللي كنا بنقلي فيه بتنجان في الزيت. يعني آآ التاني كمان كان بيبقى الوش كله غرقان زيت. انما الطريقة دي خفيفة قوي في الطعم. طعمها لذيذ. طريقتها سهلة. واعمل الطبق الجامد ده للفطار للغدى للعاشا يمشي في كل الاوقات. ولحبت كالطريق الكمية يعني تزودي كمية البتنجان والفلفل. زودي كمية التوم والطماطم واعملي احلى كمية. نسقعة بطعم جميل جدا جدا من غير ما نقلي بتنجان وان شاء الله لما هتجربيها هتعجبك.